وأكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلية يعد اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة وعدوانا على مسلمي ومسيحي العالم نجتمع اليوم ليس بسبب أي عداء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بل بسبب قرارها الذي يعد اعتداءا على حق الشعب الفلسطيني الأصيل والطبيعي في مدينة القدس الشريف وعلى الأمة العربية وعلى جميع مسلمي ومسيحيي العالم وعلى مكانة القدس الدينية والإنسانية الاستثنائية ونؤكد على أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة بأي شكل من الأشكال وإنما يؤثر بطبيعة الحال على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط للسلام ترجمة نانسي قنقر